لم أكنت سافرت روسيا أو مرة؟ لا، أنا سافرت روسيا وقت المنديل أول مرة أروح روسيا لكن ممكن تكوني سافرت بلدان تانية غير روسيا أكيد، أكيد أنت أعدى في أمان الله؟ إذا كنت أريد أن ترجع السياحة تانية؟ ولا أخص ما معنا روسيا يعني؟ هو الأول مبادرة مصر أحلى هي مبادرة تهدف لطنشوية السياحة المصرية الداخلية وداخل مصر وخارج مصر أنا أتمنى نجيب إنكم من جميع البلدان مش روسيا بس ده هدف المبادرة هي المبادرة بقالها سنة ونص مش من وقت صغير هي بقالها فترة كبيرة قدرت الحمد لله حق فيها نجاحات كتير جداً بالتعاون مع وزارات كتير جداً في مصر أهمها وزارة السياحة أنا عايزة من الأول إزاي؟ فكرت في ده إيه؟ خلاك تتحرك وتقولي لا أنا عايزة أعمل مبادرة وأرجع السياحة لمصر وبالأخص تتحرك على السياحة أكيد أكيد الأذى اللي حصل للسياحة المصرية من بعد الثورة وأكيد وقفت السياحة تماماً أكيد طبعاً وأنك مرشدة سياحية من الناس اللي اتأثرت جداً مرشدة سياحية كله تأثير تأثير طيب بوقوف السياحة أعمة من جميع الدول اللي حظرت اللي هما يكونوا موجودين في مصر طبعاً تأثيرها على اقتصاد المصري وعلى حاجات كتير طبعاً كتير يعني حصل تأثير كبير جداً فأنا كان هدفي أنا من الأول حتى من وقت أنا بعمل كتورجايد وأنا هدفي أن أعمل ماركتنج أكتر من أن أسمع كلمتين حافظهم يعني كان هدفي شايفة كل الدول اللي بتنجح سياحياً بتعرف تعمل ماركتنج كويس جداً لبلدها كمانت هي بتفقري في البلد مش بس في أسمع مش بس في تحقيق ذات أسمع أنه أنا أكون مكتهدة ونجحة في شغلي لا أنا عايز أقدم حاجة البلدي كمان جنبداً طبعاً أكيد أي حد بيحب أنه ينجح ويكتهد في شغله لكن الأسمع عندي أو الأساس عندي هو أن أنا أرجع مصر على الخريطة العالمية للسياحة وتبقى من أولى الدول على الأولى الدول العربية طيب الفيديوهات دي دي من روسيا كلمين عنها بقى شوية أو يعني هنا أنا كنت في روسيا الوقت الموندييل وبدأت قيبل الناس في الشرع في سان بيتربوغ وقلت لهم تعرفوا إي عن مصر فقلت لهم شرم الشيخ ورجاء ده قادي يقولوا إحنا نعرف الغرداء نعرف الغرداء جداً جداً يعني من أكتر الأماكن اللي هما حفظينها مكان مكان وهم عندهم حب شديد لمصر لمصر صحيح من أكتر الجنسيات اللي بتحب مصر جداً وخصوصاً البحر الأحمر هما الروس عظيمة إحنا عندنا فضول كمان نسمع الفيديو أي كلام اللي بيحصل فيه خلينا نسمع كده شوية دول مغربة دول مغربة دول مغربة يعني أنا كنت ولا مرة ولكن عاوزين 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 نروح طاهرة اسكندرية مصر الجديدة لو أسر أسوان شرم الشيخ غرداء مرس عالم خاصة تبعدوني في الفيديو ده أنك هتروحوا مصر وتزروا الأماكن دي نعم نعم مصر أحلى هلو هم كلهم روس أم لا كانت مختلفة؟ كل واحد ينطق مصر أحلى بطريقة مختلفة؟ طريباً كان في مكسيكيين وفي روسيين وهنا كان في الفيديو وهو شغال يعني الروسي ده أول ما قلت له أسمى فروم إيجيبت في أمالي محمد صلاح ويعني على طول على طول على طول يعني إحنا ماشيين في روسيا حاسين فخر كبير جداً بلاس كمان إن إحنا عندنا وجهة عظيمة زي محمد صلاح الناس عرفان بيها وبتعلمنا بيها فده كان شيء مميز ده الأكد عليه كل اللي سافروا لروسيا فعلاً إن هم كانوا مجرد ما أي أحد يعرف أنهم من مصر محمد صلاح على طول طبعاً أكيد فالحمد لله إن عندنا فخر يعني وفي الفيديو كمان بس الجزء ده مجيش فيه الولد الروسي بيقولي أنا هاجي مصر عشان أشوف محمد صلاح يعني فده طبعاً بقى علامة يعني من علامات السياحة بنروّج بيه سياحياً كمان محمد صلاح بلاس الأهرامات وعندنا بنروّج للأماكن كل السياحية لأ وكمان عندنا محمد صلاح فبدأ الأجنب أو الروس عايزين ييجوا مصر عشان يشوفوا الأماكن السياحية ويشوفوا كمان الكابتن محمد صلاح